طيب بسم الله يعطيكو العافية اليوم هيك اننا نشرح بارت يمكن ما كنا بغطينه في الشرح الماضي فهنجبنا نبدأ فيه بسم الله طيب الان solutions and Osmo Regulation ايش علاقة اللي هي المحاليل بال Osmo Regulation Osmo معناتها Water Regulation تنظيم فاننا نعرف ايش تأثير المحاليل على تنظيم الماء داخل الخلايا هل يعقل اذا انت جبت خلية وحطيتها في بيئة مالحة كثير عادي بيكون لها اكيد لا الخلية بدها تحاول تتكيف وبدها تعرف تتعامل مع الوضع لانه solutions وتركيز الاملاح فيها بيأثر على كمية الماء داخل او خارج الخلايا طيب ننتعرف الان على اللي هي البيئة اللي ممكن تتواجد فيها الخلية بيحكي لك انه في environments مينها نوعين hypertonic وهيبوتونيك شو يعني الان رح نعرفهم كمان شوي الان بيعملوا osmotic problems للorganisms بيعملوا مشاكل في الضغط الاسموزي او توازن المياه بالنسبة للكائن الحي اذا نعرف انه في نوعين من البيئة اللي هي hypertonic وهيبوتونيك تمام فيه كمان بيأة اللي هي isotonic رح نعرفها كمان شوي الان اعرفوهن يعني بس انه انواع لحد الان hypertonic hypotonic واللي هي ايش الايزوتونيك رح نعرفهم كمان شوي الenvironments هذول بيعملوا اللي هو osmotic problems للكائن الحي مشاكل في الضغط الاسموزي that have cells without rigid walls اللي بتكون فيها الخلايا ما فيه لها جدار الان لو ع سبيل المثال بدي اعطيكوا اياها كرسمة هاي خلية ماشي لو بنرسم خلية هاي خلية الان الخلية لاحظ انه احنا حطينا حواليها مثلا ملح nacl بس ثواني ازغر الخط nacl الان nacl particles اللي حوالي الخلية ايش بيعملوا بيصيروا يعملوا ضغط اسموزي بالنسبة للخلية يعني الماء بيش بيحب ينتقل حسب الخاصية الاسموزية درسناها زمان من المناطق اللي بيكون تركيز الاملاح فيها اقل للمناطق اللي بيكون فيها تركيز الاملاح اعلى فالماء بهاي الحالة بيصير يطلع من الخلية تمام فبيحكي لك انه البيئة حسب تركيز الاملاح فيها بتعمل اوزموتك يعني problems للخلايا بتكون مشاكل في الضغط الاسموزي بالنسبة للخلايا اذا نوعين الانفيرومنت اللي هما الhypotonic والhypertonic create osmotic problems للكائنات الحية اللي ما لها rigid cell wall كيف يعني الان اتصور لو هاي الخلية كان في لها جدار خلوي كيف يعني جدار خلوي لو اني رسمت حواليها جدار خلوي هل يعقل اذا انت حطيتها في بيئة يكون ما فيها املاح مش الماء بدي يصير يدخل داخل الخلية فرضا انسى انسى اي اشي انا حكيته افرض انه الماء بدي يدخل داخل الخلية الان لو الماء بدي يدخل داخل الخلية وما كان حواليها جدار هاي الخلية مباشرة رح تنفجر ما في اشي يمسكها ما في جدار يحميها يعني الجدار على الاقل اذا انها توسعت توسع الماء بداخلها بيمسكها في القوة الجدار بيمنعها من إنها تنفجر بينما لو كانت الخلية هشة مائلها جدار وقتها راح تعاني من مشكلة وهذا الإشي اللي كاتب لك إياه هون إنه الhypertonic والhypotonic environments بيعملوا مشاكل في الضغط الإسموزي أو توازن المياه للكينات الحيية اللي مائلها اللي هي rigid cell walls اللي مائلها يعني جدار خلوي صلب الآن Osmo Regulation إش يعني Osmo Regulation Osmo مياه Regulation تنظيم فتنظيم المياه داخل الخلية مش حكينا إنه الخلايا بتعمل control للSolute Concentrations تراكيز اللي هي المحاليل أو الأملاح and Water Balance اللي هي المياه ليش تمام؟ هاي المهمة لعملية الAdaptation اللي هي Life in Such Environments حكينا إنه في هاي الenvironments الhypotonic والhypertonic الosmotic problems يعني الSolute Concentration أو تركيز الأملاح بيعمل لي Osmotic Problems فعشان أنا أحلها لازم الخلية تمتلك اللي هي عملية بتسمى بالOsmo Regulation Control تحكم في تركيز الأملاح والمياه بداخلها لحتى إنها تقدر تعمل Adaptation يعني تكيف للبيئة اللي هي بتعيش فيها الآن كمثال بحكي لك The Unicellular Eukaryote اللي هي البراميسيوم معطيك مثال على كائن حي بيعمل Osmo Regulation في Unicellular Eukaryote براميسيوم براميسيوم كائن حي تمام؟ يعتبر Unicellular يعني خلية واحدة ويو كاريوت حقيقي نوع بيصف لك ممكن يسألك عنه برضو البراميسيوم إيش من خصائصه بتحكي له Unicellular ويو كاريوت بحكي لك ما له هذا بحكي لك الان انت لما تحطه في المياه بوند يعني عذبة شو يعني مياه عذبة؟ هاي البراميسيوم خلينا نرسمه هاي براميسيوم حطنا في مياه عذبة عذبة يعني المياه هاي ما فيها زي ما تحكي ماء يعني نادر تشوف فيها ماء كثير قليل فيها أو عفوا نادر تشوف فيها أملاح يعني هاي لو رسمنا الماء حواليه منلاحظ انه ما في أملاح بالمرة الأملاح فلنفرض انه لونها أصفر تمام؟ هاي الأملاح خلينا نرسمها بهك هاي الأملاح هيك لونها أصفر فمنلاحظ انها بالبيئة الخارجية ما في منها بالمرة أما داخل الخلية منلاقي في أملاح بالبرة يعني منلاقي هيك حبتين ثلاث بس هيك فبيوصف لك انه البيئة يلي جويت الخلية تعتبر ايش مالها؟ هايبرتونيك لا البوند ووتر رح نعرف كمان شوي احنا حكينا أصبر وما بنا نعرف هايبرتونيك وايبوتونيك ايش معناهم؟ كمان شوي منعرف تعتبر الخلية هايبرتونيك لا البوند ووتر انفايرمنت الآن has a contractile vacuum بحكي لك انه البراميسيوم لما تكون هايبرتونيك لا البوند ووتر ايش رح يصير؟ الآن انساني من المصطلحات رح تلاحظ انه الماء من وين بيحب ينتقل؟ من التركيز اللي هي في أملاح اللي هو أقل تركيز اللي فيه أملاح أهلا فالماء رح يدخل لداخل البراميسيوم والبراميسيوم رح تكبر فحتى انها تتخلص من هذا الماء الزائد بيحكي لك اشمالها فيها contractile vacuum فيها حويصلة قابلة لانقباض اشمالها acts as a pump تعمل كمضخة فلما الماء يدخل لداخل اللي هو الخلية ايش بيصير؟ هاي ال vacuum contractile تنقبض وبتطلع الماء للخارج تمام؟ يعني هاي هنا لو بدنا ندرسهم الآن اتوقع انتوا لازم تعرفوا اشي يعني hypertonic وhypertonic وايزوتونيك الآن خلينا نبدأ فيهم بيحكي لك عن isotonic isotonic معناتها عبارة عن محلول solute concentration فيه بدنا نعرف solute يعني أملاح تمام؟ أو مواد ذائبة solute concentration is the same as inside the cell بيكون نفس الاشي iso معناتها equal متساوي احفظوها من هالسا رح تمروا معاكم المصطلحات هالي قدام iso معناتها equal tonic معناتها اللي هي solute concentration إذن نعرف اللي هي isotonic كل كلمة احنا يعني نركب معناها لحتى أننا نفهمه iso معناتها متساوي tonic معناتها solute concentration فequal in solute concentration بس رح تلاحظ solute concentration is the same as the cell inside the cell بيحكي لك no net water movement across the plasma membrane إذن عشان أسهل عليكم أفضل طريقة لفهمكم كيف بس احفظ اسمائهم من اسمهم تعرف اللي هو تفك شيفرة كل إشي isotonic iso معناتها equal tonic معناتها اللي هي solute concentration معناتها إيش isotonic بيكون solute concentration نفس الإشي inside وoutside the cell طيب الجملة الثانية كيف نعرف حركة الماء دايما حكينا الماء بينتقل من التركيز الأقل للتركيز اللي هو الأعلى تركيز إيش طبعا تركيز السوليوت يعني هون السوليوت هاي هم الثلاث هون شوف ما أكثرهم دسعة الآن لو الماء بدو ينتقل بينتقل من الأقل للأعلى فاللي هي بالايزوتونيك هم متساويين أربعة أربعة فما في حركة للماء hypertonic معناتها solute concentration خارج الخلية أكبر من داخلها تمام إذن hypertonic hyper أعلى tonic معناتها solute concentration يضيفوه لها بس outside تمام إذن solute concentration outside إحنا بنحكي عن أو عفوا إنسى من outside إحنا بنحكي عن hypertonic solution solution أش هو المحلول هل يعقل إنه خلية تكون هي المحلول لا هي تقع ضمن المحلول تمام فhypertonic solution بحكي لك إنه solution اللي الخلية فيه solute concentration solution اللي بره إيش بيكون بيكون تركيز المواد الذائب فيه أكثر من داخل الخلية فالخلية تخسر الماء تمام إذن هاي خلية حطيناها في محلول شوف تركيز الأملاح فيه كثير hypertonic hyper معناتها زيادة تمام رح تحفظوه لنا قدام hyper زيادة hypo نقص hyper زيادة hypo نقص فهيبر معناتها زيادة تركيز الأملاح بره hypo معناتها نقصان تركيز الأملاح بره فنستنتج hypertonic إنه solute concentration is greater than inside the cell أكبر من داخل الخلية فالخلية تخسر الماء hypotonic hypo معناتها نقص معناتها solute concentration outside is less than inside the cell فالخلية تكسب الماء خلينا نرسمهم بشكل سريع الآن hypertonic خلينا نبلش في hypertonic الآن hypertonic إيش يعني hyper معناتها زيادة hyper زيادة زيادة في في solute concentration outside the cell كيف نعرف اللي هي water movement بحكي لك عن water diamond moves من lower اللي هي higher solute concentration فرح تخرج الخارج المياه تمام بالنسبة له hypotonic hypo معناتها نقص تمام لما يكون نقص معناتها هاي التركيز الأملاح بره قليل وبيكون داخل الخلية أعلى فالمياه من وين رح تنتقل رح تنتقل من الخارج إلى اللي هي الداخل فهاي هي hypertonic والhypotonic عرفنا أش معناهم إذن هون نرجع للسلايد اللي حكينا قبل شوي إنه الhypertonic والhypotonic بيعملوا للكائنات الحية اللي مائلها rigid cell wall بسبب حرقة الماء فإذا ما كان عندها جدار صعب إنها تتحكم فكيف رح تتحكم في عملية الosmo regulation اللي هي التركيز الأملاح والwater balance تركيز المياه أو التوازن المياه مهم لعملية الادابتاشن كيف رح يعني تتكيف في البيئة اللي هي عايش فيها سواء كانت هايبرتونيك أو هايبوتونيك الآيزوتونيك بتعملش مشاكل عادة لأنه ما فيها حركة مياه ولكن الهايبرتونيك والهايبوتونيك بيعملوا مشاكل هايها osmotic problems للكانات الحية اللي مائلها rigid cell wall كيف تتكيف مثال عليها اليونيسلولر يوكريوت باراميسيوم يعتبر هو هنا بدك الدقيق على شغله البراميسيوم كاتب لك يعتبر هو إشماله يعتبر هو اللي هايبرتونيك وليس البيئة بالنسبة لإله يعني لو بدنا نشوف البراميسيوم بدي أعلمكم شغله لما يكون كائن حي بالنسبة إله البيئة هايبرتونيك البيئة لما تكون بالنسبة للكائن الحي هايبرتونيك الكائن الحي بيكون بالنسبة للبيئة إيش يلا توقعوها الكائن الحي بيكون بالنسبة للبيئة هايبرتونيك لأنه تركيز أملح فيه أقل من البيئة صح ولا لا فلما يحكي لك عن تكون تركيز الأملاح فيه كثير فلما يحكي لك أن البيئة يعرف أنه عبارة عن كائن حي يعيش فيه كائمة لما يكون الكائن الحي هايبيرتونيك معناتها البيئة يبدأ 然後 تكون هايبوتونيك. اعرفوها هاي. دايما البيئة عكس داخل كائن الحي. اذا هاي الكائن الحي يعتبر هايبوتونيك. هايبوتونيك معناته فيه كثير املاح تمام? هايبدأ رسمهم كثير. هيك فيه كثير املاح. والبيئة بضر الرب تكون هايبوتونيك بالنسبة له. فالمياه نور رح تنتقل رح تنتقل من الخارج للداخل من التركيز الاملاح القليل للكثير. فايش بيعمل البراميسيوم في اللي هي كونتراكتايل فاكيول عبارة عن حويصلة بتجمع الماء اللي دخل وبتعمله بتنقبض كونتراكتايل بتنقبض لحتى انها تعمل زي مضخة بتطلع المياه الزائدة اللي دخلت لداخل الخلية. اوكي وهاي صورة اللي هو البراميسيوم وعملية الاوزمو ريجيليشن. شايفين الكونتراكتايل فاكيول. الان الماء هيشوف كيف تركيز الاملاح. شايف النقاط هاي كثير الجويد الخلية يعتبرها هي الاملاح. وبره تعتبر يعني بيئة نقية ماء عذبة. فالمياه رح تصير تدخل للداخل. وايش اللي رح يصير? رح يصير انه الفاكيول رح تجمع كل هاي الماء اللي دخلت وتنقبض واتطلعهم لاللي هو الخارج. ان لغسلكم بشكل سريع اللي اخذناه. في عندك اللي هي ثلاث اشياء. ايزو. هايبر. هايبو. ايزو معناتها متساويين. متساويين في ايش? في اللي هي السوليوت كونسنتريتن. هايبر معناتها السوليوشن اعلى من الخلية في تركيز الاملاح. هايبو معناتها السوليوشن اقل من الخلية في تركيز الاملاح. في الايزو ما في حركة للمياه لانهم متساويين في تركيز الاملاح. في الهايبر اه تونيك سوليوشن انت حاط الخلية في محلول اش ماله سوليوت كونسنتريشن كثير فيه. فالمياه رح تطلع للخارج. وحكينا دايما الخلية لما بدي اقارنها بالخارج الخارج هايبرتونيك الخلية ايش تعتبر هايبوتونيك داخل الخلية هايبوتونيك يعني في نقص في تركيز الاملاح تمام اما هنا الهايبوتونيك داخل الخلية دقيقة قبل داخل الخلية خارج الخلية يعتبر في تركيز املاح قليل يعني جدا يعتبر هايبوتونيك داخل الخلية مقارنة بالخارج هايبرتونيك في تركيز املاح اكثر فالمياح رايح يدخل داخل الخلية تمام طيب الاسمو ريجوليشن الآن في عملية الأزماريجوليشن حكينا البكتيريا يلي بيعيشوا في هايبر سالين هون هو موضح لك إياها سالين يعني سالت تمام هايبر زيادة فالبكتيريا والأركية يلي بيعيشوا في الانفيرومنت يلي بيكونوا فيهم يعني زيادة في تركيز الأملاح الانفيرومنت هايبرومنت اللي هي سليولر ميكانيزم لبالنس انترنال اند اكسترنال سوليود كونسنتراشن ايش يعني الآن حكينا انه البكتيريا والأركية اللي بيعيشوا في البيئات اللي بتكون اشمالها هايبر سالين اللي هي excessive salty environments هاف سليولر ميكانيزم في لهم طرق تمام يعني خلوية عفوون اوكي حكينا انه البكتيريا والأركية اللي بيعيشوا في البيئات اللي بتكون excessive salty في لهم سليولر ميكانيزم لحتى اعملوا بالانس الانترنال والاكسترنال سوليود كونسنتراشن مثلها مثل اللي هي البراميسيوم بس البراميسيوم يعتبر يوكريوت وليسي بروكريوت الضالة يعتبر البكتيريا والأركيا بروكريوت يعيشوا في بيئة excessive salty أحيانا ففي إلهم cellular mechanisms في إلهم طرق خلوية زي أش زي مثلا اللي حكينا عنها قبل شوي contractile vacuole أش وظيفتها balance اللي هي internal and external solute concentration واللي هي water concentration الwater balance of cells with اللي هي cell walls لأن حكينا أنه hypertonic والhypotonic بيعملوا مشاكل للي ما فيهم cell wall بينما اللي فيهم cell wall بيحكي لك cell walls help maintain the water balance فالخلايا مثل الخلايا النباتية لما تمتص الماء مش رح تقدر تظلها تمتص ماء قد ما تقدر لأنه خلص في حد أقصى السل wall بيصير اللي هي خلية تضغط على الجدار وخلص الجدار بيمنعها من أنها تتمدد أكثر من هيك يعني بيحبس كمية المياه هاي اللي دخلت على الخلية وبيمنع أنه يدخل منها المزيد فالخلية النباتية في الhypotonic solution تعال نعرف أش يعني hypotonic solution hypo معناتها نقص solution tonic يعني بيكون hypo يعني قليل الأملح فيه فبالتالي المياه من وين رح تدخل من الخارج للداخل فأش بيصير لها swells تنتفخ لما يدخل لها الماء until the wall opposes uptake لحتى الجدار خلص يوقف عملية أخذ المياه ويحكي وقف خلص أنا أخذت حاجتي الجدار خلص يعني تمدد قد ما يقدر والجدار صلب فما بيتمزق الجدار بيوقف أخذ المياه the cell is now tergid tergid يعني منتفخة وfirm نسميها يعني من المصطلح اللي إلها لما إنها تأخذ المياه وتصير منتفخة والwall opposes uptake خلص أخذت قفايتها بيصير اسمها tergid أو firm cell صلبة الآن if a plant cell is and its surrounding are isotonic لما تكون البلانت cell والمحيط إلها isotonic إيش بيصير there is no net movement ما في حركة للمياه حكينا في كل الخلايا الـ isotonic ما في نت movement للـ water into the cell the cell becomes flaccid limp طبعا هاي المصطلحات لازم نكون حفظتوها من هون تمام؟ هاي الأشياء يعني لازم تحفظوا الشكل ولازم تحفظوا المصطلحات الخلايا إذا كانت plant cell في بيئة hypotonic بتصير tergid إذا كانت فيه isotonic بتصير flaccid الآن إذا كانت فيها hypertonic بتصير plasmalized احفظوهم هاي الأشياء ونفس الإشي للخلايا الحيوانية بتصير lysed lysed يعني بتنفجر في الhypotonic لأنها بتأخذ كير ووتر وما فيه سلوه اللي يحميها فخلص بينفجر البلازمة الممبرين الآن في الـ isotonic بتضلها normal في الhypertonic بتصير إيش مالها shriveled تمام؟ الآن حكينا إنه plant cell في اللي هي الـ isotonic إيش بتصير بتصير اللي هي flaccid أو limp و solutions and osmoregulation الآن إن hypertonic environment في بيئة hypertonic الـ plant cell إيش مالها lose water بتخسر المياه فبالتالي لما هي هاي الـ plant cell قاعدة بتخسر المياه تخيل السلوول بيضل زي ما هو بينما الـ plasma membrane رح يصير shrink يعني رح يصغر فرجيكم كيف شوفوا كيف بتصير في حالة كانت في hypertonic environment الماء قاعدة بيخرج والـ plasma membrane قاعدة بيعمل shrinking للداخل فعشان هيك بيسميها plasmoized plasmo من الـ plasma membrane lysed معناتها تحطم فالـ plasma membrane تحطم يعني انكمش للداخل شوف كيف انه فهذا الاشي اللي بيصير بيحكي لك انه هنا اذا الخلية خسرت الماء ايش بيصير انه في الـ hypertonic تخسر الماء فالـ plasma membrane pulls away من السلوول بينسح بينكمش عن جدار الخلوي زي ما فرجيناك causing the plant to wilt بتصير يعني اللي هي النبتة wilt معناتها تذبل بتلاحظ ان الماء يعني لما تحرم ذبلت فخلص بتذبلة اللي هي النبتة potential lethal effect يعني بس هذا يعتبر يعني تأثير مميت بالنسبة للنبتة نسمي بلازمولايسيس لانه خلايا صار لها بلازمولايسيس فمنلاحظ انه صار لها shrinking اللي هو السلوول يعني منلاحظ السلوول ماشي بعده موجود بس صار shrinkت يعني الجدار هاي زي ما هو والبلازمسل او بلازماممبرين انكمش للداخل فهذا الاشي بيأدي لها انه ذبلت اللي هي النبتة فصار عندنا potentially lethal effect والذبل يعتبر تأثير مميت اذا ما سقيتها بالماء وعوضت النقص خلص راح تموت النبتة بعد فترة الان facilitated diffusion بنا نأخذ الان نوع من الانتقال للمواد بنسميه facilitated diffusion diffusion انتشار facilitated يعني مسهل فانت قاعد بتعمل اللي هي المواد انتشار لالها بالتسهيل يعني بمساعدة اشي معين كيف يعني passive transport passive يعني بدون طاقة transport نقل تمام يعني نقل بدون طاقة aided by proteins بمساعدة البروتينات بس هاي هي ترجمته diffusion انتشار facilitated بمساعدة يعني passive diffusion لا يتطلب الطاقة ابدا aided by proteins in the facilitated diffusion في speed the passive movement of molecules يعني transport proteins بتسرى passive movement للموليكول across the plasma membrane اذا في facilitated diffusion حكينا انه هو passive transport التransport proteins ما لها بتسرى انتقال المواد across the plasma membrane بس انه بتسهل انتقال المواد التransport proteins include channel protein والcarrier protein في بالfacitated diffusion نوعين من البروتينات الناقلة في عندك channel protein اش يعني channel channel يعني قناة هاي protein في عبارة بس عن اللي هي قناة من داخله بتسهل انتقال المواد يعني بتعبر من داخلها بس فتحة يعني مش اكثر من فتحة اما carrier protein يختلف عن channel protein في بعض الخصائص يعني هو نفس المبدأ بس شكله مختلف يعني كيف تجيبو احنا جقنا شكله الرسم عندي هنا سيئ اوكي الان هاي carrier protein مثلا بيجي المادة اي نسميها المادة اي بتيجي بترتبط هون الان carrier protein بيصير شو يعني conformational احفظوها معناتها شكل بيصير له تغير في الشكل بيتغير شكله بحيث انه يعمل اللي هي flip للمادة هاي للجهة المقابلة يعني بدلا ما انها تكون هون هيك بيصير شكل البروتين يعني بيصير هيك اوكي اوكي هيك المادة يعني بتنتقل من الجهة يعني افهموا الملخص انتوا انه يعني بينعكس شكله للجهة المقابلة لو اقول لكم بدي ارسم كويس والله هاي ارسم كويس هاي مثلا اللي هو يعني اوكي هاي المادة المادة اجتر تبطت هون الان اللي بيصير انه بيصير يعني بيتغير شكله لهيك مثلا تمام بيتغير شكله لهيك والمادة خلاص بتنتقل للجهة المقابلة بدون استخدام اي طاقة تمام هذا الاشي بيكون بدون استخدام اي طاقة في الفاسلتايت ديفيوجن ترانسبورت بروتين ما لهم او خلينا نرجع الاسلايد القبل اتوقع هون اه في الفاسلتايت ديفيوجن ترانسبورت بروتين بيسرعوا انتقال المادة اكروس دي بلازما مامبرين وحكينا انه بروتين بس عبارة عن شانل ولا بيصير لها اي تغير فتحة بينتقل منها المادة من اي لبي من نقطة اي لبي اما من نقطة في الكاريير بروتين اول اشي بيرتبط المادة تمام اول ما ترتبط المادة بتعمل اللي هي سنس لهذا اللي هو او بتعمله تحفيز انه غير شكلك فبيتغير شكله من اي لبي وبيعمل اللي هي سويتش للمادة للجهة المقابلة من الغشائية اللي بدها تمر منه عرفنا الفرق بين الكاريير كاريير يعني حامل او ناقل بيمسك المادة تعالي يا مادة بيجيبها و بينقلها للجهة الثانية دون استخدام اي طاقة بيغير من شكله بس بيتغير شكله وبينقلها للجهة المقابلة اما الكاريير بس فتحة ولا الي علاقة فيك انت مر لحالك انا بس بدي اوفر لك الطريق تمام في الفاصلتاتي حكينا انه اللي هي تمام حكينا انه بيزود كوريدور كوريدور ممر يعني بس ممرات حكينا انه في الكاريير في الشانل بروتين بس عبارة عن ممر بيسمح لسبيسيفيك موليكيول او ايون انه كروس الممبرين يعبر الممبرين مثال عليها هاي دايما تيجي سؤال في الامتحان الاكوا بورينز اش هي الاكوا بورينز اكوا معناتها ووتر مش فيها كنوع شركة مياه اسمها اكوا صح فبورينز بورين ثقب فاكوا بورين هو ثقب الماء كيف يعني ثقب الماء يعني عبارة عن بس بيسهل مرور الماء من خلاله فاكوا بورينز عبارة عن اللي هي ثقب الماء هاي بتكون عبارة عن موجودة في الممبرين بتسهل احفظوها دائما بيجعلها السؤال من اسمها يا جماعة اكوا بورين معناتها الثقب اكوا بورين ثقب الماء فبيسهل اللي هو عبور الماء الايون شانلز في عندك اللي هي قنوات للايونات بتسهل انتقال للايونات يعني بس اسمها عبارة عن قنوات داخل الممبرين بتكون عبارة بس عن قنوات بتسهل انتقال هذا الايون مثل قنوات تسروا بالسوديوم والبوتاسيوم كلكوا أخدتوهم هاي قنوات بس عبارة عن فتحة بتسهل انتقال مادة معينة الآن في القنوات هاي احيانا احيانا بعضها ايش بيكون بتكون يعني ما بتكون اللي هي مفتوحة دايما زي ما حكينا قبل شوي قنوات تسرب اللي هي البوتاسيوم والسوديوم وهي الاشياء في منها بتكون غيتد غيتد غيت معنتها بوابة فغيتد يعني مبوابة في عليها باب يعني بس ببساطة open or close in response to a stimulus يعني متى بيفتحوا بيفتحوا بيغلقوا بالاستجابة لستيميولاس محفز مثل ايش مثل القنوات اللي هي السوديوم والبوتاسيوم نعرفهم قنوات التسرب رح تدرسوهم في الفيسيولوجي فاصل ثاني سنقول رح تدرسوهم انه في الممبرين في الغشاء في عندنا القنوات مثل قنوات السوديوم وقنوات البوتاسيوم بيفتحوا لما يصير عندي electrical stimulus او اللي هو threshold منسميه اخذتهم بالتوجيه اتوقع اللي هو الجهد فرق الجهد تبع العتبة لما انت توصل في اللي هو الممبرين لما انت توصل هذا الجهد بيفتح هاي القنوات فبتكون gated يعني هي في بوابة او باب عليها فاول ما توصل سالب 55 خلص تفتح هاي البوابة وبتصير تنتقل المواد من خلالها in response to a stimulus الستيميولوس ايش هو انه وصلنا في الممبرين ل-55 ميلي فولت الآن بحكي لك انه في النهر في الخلايا العصبية في 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 اللي هو محفز المحفز الكهربائي اللي بيصير عندي في الدماغ اللي هو اني مثلا احصل على اشارة عصبية مثلا واحد اجاء يعني حط نار على ايدك تمام فانت اول ما تحس في النار ايش بيصير بيصير عندك اللي هو العصبونات اللي بتحس عندك اللي هي يعني يعني او اللي هي العصاب الحسية بتحس في هذا التغير فبترسل اللي هو الدماغ فهاي اللي هي الجهد للخلايا لنجة 55 عن طريق على العصبون يعني فايش اللي بيصير انه بتصير بتفتح هاي القنوات وبتعدبر اللي هي الصوديوم لداخلها فبتصير عندي بتمشي الاشارة الكهربائية اذا المثال عليها في النير في الخلايا العصبية بتفتح في الاستجاب لالي اللي هي طيب اشانل بروتين من الامثلة عليها في عندك بحكي لك ايش شانل بروتين هاي هي صورته حط لك هاي اكسترسللور فلود وهاي انترسللور فلود اللي هو السايت وهاي عبارة عن شانل بس هاي شانل بروتين ماله بس هاي عبارة عن اللي هي قناة بتمر من هالمواد الان هاي القناة ممكن تكون ايش ممكن تكون يعني ممكن يكون عليها بوابة هنا هاي بوابها بتسكرها وبتغلقها متى بتفتح يا بوابة بحكي لك بدي محفز معين في خلايا او في اللي هي قنوات بتستجيب لا تغير في جهد الغشاء مثلا هون الموجب صار سالب خمس وخمسين فرق الغشاء وقتها انا بفتح في برضو اشياء بتعتمد على محفز معين كيميائي فمثلا انا اذا ما كان عندي مادة لازم ترتبط هون انا مش رح اني افتح فمثلا في اللي هو الخلايا يلي في الدم الانسولين مثلا الانسولين متى بيدخل او عفوا الكلوكوز متى بيدخل الكلوكوز في الخلايا بيدخل لما ييجي الانسولين يرتبط هون فلما يرتبط هون ايش بيصير بيدخل اللي هو الانسولين الان هون الفرق بينه وبين الكارير الكارير شوف كيف شكله هاي رسمته أنا حاولت أرسم قبل شوي بس ما نخدم دقيق هاي اللي هو الكاريير الكاريير إنه المادة بتيجي ترتبط هون أول إشي بيصير تغير في شكله شوف كيف تغير شكله أغلغ من هاي الجهة وفتح من هاي الجهة ونقل المادة دون استهلاك أي طاقة الكاريير بروتين اللي هي طبعا الكلمة كانت عندنا بنفس ما نكون فورميشنل سبتايل يعني شكل الآن سبتايل change in shape هاي تغير في الشكل that transoculates transoculates يعني ينقل فبيصير لها تغير في الشكل بحيث إنه ينقل السوليوت binding site بيغير مكان ارتباط السوليوت هاي مكان ارتباط السوليوت شايف أول إشي كان هون صارت مرة ثانية هون فصار في عليها تغير في الشكل بحيث إنه نقل اللي هي السوليوت binding site across the membrane غير مكان ارتباط السوليوت عبر الغشاء وانتقل للجهة المقابلة الآن this change in shape هذا التغير في الشكل can be triggered by the binding and release of the transported molecule مش حكيتلكم قبل شوي إنه أول ما ترتبط المادة هي بتعمل stimulation بتعمل اللي هي تحفيز لهذا اللي هو البروتين إنه اعمل conformational change اعمل تغير فالتغير بيكون مرتبط triggered يعني يحفز trigger يعني يحفز تحفيز عن طريق ارتباط and release binding and release ارتباط وتحرير المادة اللي بننقلها transported molecule فمثلا ارتبطت المادة أول ما ترتبط بتصير هيك شكله فبينقل المادة أول ما تطلع المادة أو إنها يعني تنفك عنه وإشي اللي بيصير بيرجع لشكل طبيعي عشان يستنى مادة ثانية تيجي ترتبط تمام الآن تنتقل لنوع آخر من النقل اللي هو active transport النقل النشط تمام uses energy بيستخدم الطاقة هاي الشياء معلومات كلنا بنعرفها يعني النقل النشط ويستخدم طاقة حتى ينقل molecules against their gradient يعني ضد اللي هو التركيز gradient هو التركيز طبعا إحنا كلنا نعرف إنه الماضي اللي هو النقل اللي هو الانتشار المسهل is a passive يعني ما بيتطلب طاقة حكيت لكي ها أول إشي because ليش السبب إنه السوليوت بيتحرك down is concentration gradient إيش يعني concentration gradient gradient يعني ميل concentration تركيز فالdown يعني إلى الأسفل فمن التركيز الأعلى للتركيز الأقل تمام هاي هي بس يعني بكل بساطة إنه السوليوت بيتحرك من التركيز الأعلى للتركيز الأقل and the transport requires no energy ما بيتطلب طاقة however يعني على عكس ذلك في بعض transport proteins يلي رحنا أخذهم الآن في active transport ما لهم can move اللي هو السوليوت against their concentration gradient عكسهم يعني من التحت لفوق تمام هاي اللي هي المواد إنه ننقلهم من التركيز الأقل لتركيز الأعلى لأن the need for energy in active transport يعني حاجتنا للطاقة في active transport active transport requires energy usually in the form of ATP hydrolysis يعني بيتطلب طاقة في شكل ATP كلنا بنعرف منحطم hydrolysis يعني بتأخذتوها بشابتر خمسة hydro معناتها water license معناتها breakage فمنحط جزيء ATP باستخدام الماء ومنستخدم الطاقة يلي فيه لحتى إنه to move substances نحرك المواد against their concentration gradient زي ما حكينا إن الجهد أو اللي هو الضغط الأقل التركيز الأقل بتركيز الأعلى كل proteins يلي بيكونوا متضمنين في active transport في عملية النقل النشط are carrier proteins كل بروتينات يلي منستخدمهم في عملية active transport يعرفوا إنهم carrier ما في عندي ما في عندي هذيك الأشياء اللي أخذناها قبل carrier protein هاي مهمة جدا المعلومة كل بروتينات يلي منستخدمها في active transport نوعها carrier وليس channel هناك في منقدر نستخدم channel منقدر نستخدم carrier ويعني عادي البدية أما هون إيش اللي هو البروتينز يلي منضمنهم يعتبروا carrier proteins ويتطلبوا طاقة هناك ما كانوا يتطلبوا طاقة بيحكي لك إنه active transport allows cells بيسمح للخلايا to maintain concentration gradient that differ from the surrounding أنت اعتبر حالك عالم مثلا بدك تسوي خلية أنت عندك الخلية حطيتها في hypertonic environment ولاحظت إنه البيئة كانت تركيز الإملاع فيها عالي فصارت إيش الماء يخرج من الخلية طب أنت إذا بدك يعني تنظم تعمل أوزمار وقيل لخلية هاي الخلية إيش بدك تعمل لها بيحكي لك إنه gps دي أعمل فيها active transport خليها الخلية يكون عندها هيك مضخة خاصة فيها تقدر تضخ المادة اللي بدها إياها عكس concentration gradient فإذا كان تركيز المادة بره عالي أنا شو بدي أعمل بدي أجيبها من بره العالي أدخلها لجوه بحيث إنه يتساوي التركيز جوه وبره تمام فمت كيف فالأكتف ترانسبورت بيسمح للخلايا إنها تحافظ على concentration gradient بيختلف عن البيئة الخارجية يعني هاي حطينا خلية في تركيز الأملاح فيها كان قليل هاي حبة حبتين الآن هاي الخلية اللي حتى إنها تحافظ على تركيز أملاح بيختلف عن البيئة المحيطة فيها بداخلها إيش لازمها لازمها كاريير بروتين بتصير تستهلك ATP والضخ اللي هي المادة هاي عكس الconcentration gradient من التركيز الأعلى للتركيز الأقل لحيط إنه يتساوى تركيز الأملاح داخلها ويبعد فترة شوفوا كيف تساوى تساوى تركيز داخلها وخارجها فfor example الآن أنا ملصل الخلية الحيوانية has much higher potassium and much lower sodium اللي أنا بحكي لك إنه مش من الفائدة حكينا إنه إحنا من ضخ المواد عكس الconcentration gradient فعي سبيل المثال الخلية الحيوانية دائما دائما بيكون فيها تركيز البوتاسيوم وإيش ماله بيكون أعلى في الداخل وتركيز الصوديوم بيكون أقل فرح تلاحظ إيش إنه الصوديوم الصوديوم في الخارج كثير والبوتاسيوم في الداخل إيش ماله كثير فالخلية الحيوانية في الطبيعة احفظ الصورة هاي بتكون يعني أشمالها much higher potassium البوتاسيوم في الداخل العالي كثير and much lower sodium الصوديوم في الداخل القليل كثير طب هذا الإشي كيف قدرنا نعمله مش بنعرف إحنا إنه المواد بثميل دائما إنها تنتقل من التركيز العالي لتركيز المنخفض لحد ما إنهم يتساوق يعني يصير الconcentration gradient أو اللي هو الفرق ما بينهم صفر يعني هاي نفس هاي تمام فهذا الإشي كيف يعرفنا يعني إحنا بحكي لك إنه هذا الإشي بيتحكموا فيه sodium potassium pump فيه اللي هي المضخة sodium potassium نعرفها مش المضخة sodium potassium دائما بغضل نظر عن عدد الأيونات مش بتاخذ اللي هو sodium للداخل وبتطلع اللي هو أو عفوا بتدخل اللي هو البوتاسيوم وبتطلع الصوديوم فهذا الإشي مع الوقت رح يخليلي الصوديوم بره أكثر والبوتاسيوم جوه أكثر فهذا الإشي هو يلي منقدر أنه نعمله عن طريق الـ الصوديوم بوتاسيوم بومب بيأخذ طاقته عن طريق من الـ كلهم يعني معظمهم بيأخذوا من الـ 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 يعني تعمل الـ بتنتقل الفوسفيت عليه وإش بيأخذ الطاقة اللي فيها وبيضخ المواد اللي مطلوبة فهذا صواره الآن بحكي لك هنا أول إشي ارتبطت اللي هي المواد أو خلينا نبدأ من هون هاي خطوة واحد ارتبط اللي هو إيش اللي هو الصوديوم تمام فالكونسنتريشن بره بيحكي لك إش ماله الكونسنتريشن في اللي هو في الداخل لو واللي هو في الخارج هاي حكينا الخليل الحيوانية دايما تركيز الصوديوم بره عالي وتركيز الصوديوم جوه ماله منخفض والتركيز اللي هو البوتاسيوم بره قليل وفي الداخل العادي علشان حافظ لهذا التركيز زي ما إحنا بدنا إياه لأن إحنا بدنا إياه الخلايا العصبية أصلا بتعتمد بشغل هذا هذا الإشي إنه يكون في فرق في تركيز الآيونات فعشان إني أقدر حافظ على الفرق هاذ إيش رايزم يصير أول إشي هاي المضخة بيرتبط اللي هو السوديوم ارتبطه الثلاثة أجه جزيء ATP أجه جزيء ماء H2O عملت له هيدروليسيس تمام الهايدروليسيس بعد ما إني عملت له إياه إيش صار هون بينتج ADP هاي الـ ADP والفوسفات انتقلت للبروتين أخذ الطاقة يلي بالفوسفات شوفوا كيف انها هاي هايها صطفت يعني أخذ الطاقة يلي بالفوسفات طبعا متى أخذها بعد ما إنه حرر اللي هو السوديوم وأخذ اللي هو البوتاسيوم ارتبطه ورجع لشكله الطبيعي وحرر اللي هو البوتاسيوم لداخل الخلية هاي طريقة عمل مضخة السوديوم والبوتاسيوم هاي هون بس إنه يعني حط لك هيها كاتب لك هيها السيتو بلازمك NA ما له بيرتبط للسوديوم بوتاسيوم هاي يرتبط the affinity لل NA بتكون عالية when the protein has this shape أول بالبداية بيكون ارتباط البروتين في السوديوم عالي جدا يعني l-affinity هي قابلية الارتباط ففي البداية في البداية قبل ما إنه نبدأ العملية بتكون ارتباطه في السوديوم عالي جدا فبيرتبط السوديوم تمام ارتبط بعد ما إنه ارتبط NA binding stimulates الفوسفوليشن by ATP بعد ما إنه ارتبط ايش بيصير بيتصير عندي إشارة في الخلية إنه ناهدوا على ATP ناهدوا على ATP بييجي الATP وبيعمل الفوسفوليشن لا اللي هو البروتين الآن في الخطوة القادمة ايش اللي بيصير في الخطوة القادمة إن الفوسفوليشن بعد ما إنه فسفرو الATP خلص بيصير عندي مش حكينا الكاريار بروتين بس الفرق إنه في بتكون بتحتاج لطاقة فالطاقة حصلت عليها من الفوسفوليشن بيتغير شكل البروتين بتقلل الافينيتي للأني شوف كيف صار الشكل تمام يعني الشكل هيك تضيق فبالتالي كحش السوديوم للخارج خلص قلت الافينيتي لها اللي هي الان اللي هو خلص بنعمله تحرير لبرة الآن اللي اكتسبوا البروتين مش حكينا صار اللي تغير في الشيب اللي صار للبروتين يا سبحان الله هز هاي افينيتي لها البوتاسيوم صار ارتباطه في البوتاسيوم عالي فلما ارتبط البوتاسيوم على الاكسترا سيلولر سايد تمام بيحكي لك انه البوتاسيوم بايند بيرتبط على الاكسترا سيلولر سايد وبيحفز اللي هي الريليس للفوسفيت خلص اخذ كل طاقت الفوسفيت واللي هو ارتبط وانا اخذت كل طاقت كيف فوسفيت وما بدي اياكي اكثر من هيك بعد ما انه ارتبط اللي هو البوتاسيوم ايش بيصير مش لما ارتبط البوتاسيوم اللي هو شجع على انفصال الفوسفيت فاللص اشماله يعني بيرجع لشكله الطبيعي اللي 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 اله لالبوتاسيوم وهاي اللي 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 بيصير انه خلص البوتاسيوم بسبب انه ترجع زي ما كانت ترجع بتتكرر هاي الدورة الان بيحكي لك انه اخذنا كل انواعه الباسيف ترانسبورت من النوعين اللي هو السيمبل ديفيوجن سيمبل يعني عن طريق اللي هو الممبرين بس بيعبر عن طريق الممبرين هاي الفاسل تيتي ديفيوجن المسهل عن طريق اللي هي يا اما شانل بروتين يا اما كاريير بروتين كلهم ما بيطلبوا طاقة كلهم ولا واحد منهم بيطلب طاقة سواء كان شانل كاريير او عن طريق الممبرين ما بيطلبوا طاقة ليش لانه شوف من التركيز الاعلى دايما للتركيز الأقل الـ Active Transport على عكسهم كلهم بيطلب طاقة لأنه المادي اللي أنا قاعد بنقولها شوف كيف من التركيز الأقل للتركيز الأعلى ودائما بيكون carrier protein تمام الآن ننخد اللي هو موضوع عن كيف الـ Ion Pumps maintain a membrane potential كيف بيحافظوا على فرق جهد الغشاء الممبرين potential هو عبارة عن voltage across the membrane يعني فرق اللي هو يعني الفولتج عبارة عن الممبرين potential شوي يعني هاي الممبرين في شحنات حول الممبرين مش حكينا قبل شوي أنه تركيز البوتاسيوم بره بيكون عالي وتركيز الصوديوم أو عفواً الصوديوم بره عالي والبوتاسيوم جوه بيكون اللي هو أكثر فهاي الأشياء كلهاتها بتعمل فرق جهد عبر الممبرين يعني ممكن الشحنات الموجبة بره دائماً بتكون أكثر هي فعلياً والسالبة بتكون هي مش سالبة هي نسبياً للخارج بتكون سالبة يعني ففي الداخل وفي الخارج يعني المجمل المجمل الملخص لمجموعة الشحنات بتطلب في عندي فرق جهد ما بين اللي هو الداخل وخارج الغشاء هذا منسميه الممبرين potential كيف الفولتج نعمله فولتج is created by differences في distribution توزيع positive and negative ions across the membrane واضح وما بد هايشي يعني كيف نعمله عن طريق اختلاف في توزيع الشحنات الموجبة والداء والسالبة عبر الممبرين الآن the cytoplasmic side of the membrane is negative حكينا انه cytoplasmic side هو negative غالباً بيكون هو مش negative لا تردوا عليهم هو نسبياً مقارنة بالخارج بيكون ايش؟ بيكون اللي هي او حتى هم مصايحين يعني هاي شايف كتب لك الآن how ion pump maintain الممبرين potential كيف الايون بمب بتحافظ على الممبرين potential two combined forces في عندنا اللي هي قوتين منسميهم الشي يعني الشي يعني الآن انت عندك حكينا قبل شوي انه السوديوم في الخارج أكثر والبوتاسيوم فيه اللي هو الداخل أكثر تمام؟ الآن في طبيعة المادة المادة هاي عبارة عن صوديوم تمام؟ فهاي chemical تمام؟ مادة كيميائية chemical والشحنة اللي إلها موجب ولا سالب هاي تعتبر ايش؟ electric فاللي هو الgradient رح يكون بيتمد على شغلتين طبيعة المادة وتركيزها هل مثلاً الصوديوم تركيزه في الخارج أكثر من الداخل بغض النظر عن شحنته موجب ولا سالب فهذا الاشي أول اشي بيعمل لي chemical gradient يعني فرق في التركيز الكيميائي السوديوم بره أكثر من السوديوم جوه تمام؟ في عندي اشي ثاني شحنته تمام؟ الشحنة ما بتهتم في المركب يعني السوديوم شحنته موجب واحد والبوتاسيوم شحنته موجب واحد فإذا كانت الشحنة بره موجبة تمام؟ يعني هون موجب واحد هون سالب واحد الموجب واحد بده ينتقل للسالب واحد تمام؟ يعني هيك طبيعة الفيزياء فهذا بيعمل electrical gradient فالاثنين مع بعضهم بيسووا اللي هو gradient بنسميه electrochemical بيعتمد على تركيز المادة وبيعتمد على إيش على اللي هو إيش طبيعة المادة فتو combined forces بنسميهم electrochemical gradient هما اللي بتحكموا في diffusion of ions انتشار الآيونات عبر الممبرين مش مطلوب منكم كيف بيتحكموا في diffusion ولا اللي هو شو اسمه بس أنه نعرف أنه يعني القوتين اللي بيتحكموا في انتقال المواد هما electrochemical gradient حكينا إيش الchemical وحكينا إيش اللي هي electric لأن chemical مادة مثلا اللي هو sodium بده ينتقل من التركيز الأعلى للتركيز الأقل chemical عبارة عن لا دقيقة نحن عاكس نعم chemical عبارة عن مادة مثل sodium بده ينتقل من التركيز الأعلى للتركيز الأقل electro مثلا شحنة موجبة بتتنتقل للسالب ففي عندنا electric gradient وفي chemical gradient a chemical force بحكيلك the ion's concentration gradient chemical force chemical هي the ion's concentration gradient طبيعة الآيون كان صوديوم كان بوتاسيوم فالconcentration gradient لإلو هاي نسميها chemical force أما electrical force هي the effect of the membrane potential on the ion's movement يعني فرق جهد الغشاء وأثره على حركة الآيونات مش دائما الآيونات تحرك من الشحنة الموجبة للشحنة السالبة عشان تعمل اللي هو تيارك عربائي فهاي قوة ثانية اللي هم بحكيلك عن electrogenic pump شو يعني electrogenic pump هي هاي بيعرف لك is a transport protein that generates voltage across a membrane عبارة عن protein ناقل transport protein بيعمل بيعمل voltage فرق في الجهد across a membrane عبر الغشاء فمثال عليها الـ sodium potassium pump أشهر مثال على electrogenic pump في الـ animal cells اللي درسناها قبل شوي إذن electrogenic pump عبارة عن مضخة بالضخ مادة كيميائية مشحونة تمام فبالتالي generates voltage across a membrane أشهر مثال عليها sodium potassium pump هي the major electrogenic pump لا animal cells في أنواع أخرى في أنواع أخرى بحكيلك أنه the main electrogenic pump في plant cells هاي مهمة في plants وال fungi and bacteria احفظوها plants fungi bacteria اش the major electrogenic pump هي proton pump عبارة عن مضخة بالضخ البروتونات اللي هما ال H plus تمام بالضخهم actively transport hydrogen ions out of the cell خارج الخلية هاي عبارة عن مضخة تمام proton pump H plus بالضخل خارج الخلية إذن major electrogenic pump في ال animal cells احفظوها بس electrogenic pump اللي هي sodium potassium pump animal cells plants fungi bacteria proton pump هاي بالضخ البروتينات أو الhydrogens out of the cell electrogenic pumps help store energy that can be used for cellular work بحكيلك اش هدفهم هذول اللي هما البروتونات بيساعدوا على تخزين الطاقة لحتى اننا نستخدمها لا cellular work لا اللي هو العمل اللي هو الجهد اللي بتحتاجه فيه الخلية كيف يعني لو ضخينا الhydrogen لبرة صار تركيزه عالي لان اذا انا فتحت اي channel اي channel افتحها رح اشي يصير رح يدخل اللي هو الhydrogen للداخل تمام فانا ممكن اني استغل دخوله في اشي معين مش يعني انا لما طلعت لبره هاي شكل من اشكال الطاقة مش انا صرفت عليه الطاقة الطاقة هاي وين يعني استهلكت او بذلت على انه سويت concentration بره عالي كثير فاول ما افتح channel زي كأنه انت عامل يعني خزان فوق البيت وفتحت اللي هي الحنفية للماء فبتلاحظ انه الماء يعني مباشرة بيتدفق بقوة لانه في طاقة مخزنة انا خزنتها لما رفعته لفوق على السطح للبيت تمام فهذا الاشي نفس المبدأ يعني لما الhydrogen انا ضخيته لبره بقدر اني استخدم الطاقة المخزنة فيه help store energy خزن الطاقة اللي بقدر استخدمها لاحقا في اعمال cellular work معين فهاي مثال البروتون pump وهي اللي هو الhydrogen اللي بيضخه وشوف كيف بيستهلك الATP في الاكسترس cellular fluid من ضخ الhydrogen وطبعا البروتون pump هي اشهر مضخها في الplant cell fungi bacteria وهي اخر اللي اشتركوا الفافي